السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى الله صحبه وسلم. ازايك يا جماعة يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال. النهاردة ان شاء الله جاي لكم النهاردة بازن الله علشان اقول لكم ان احنا خلاصة هنبدأ ان احنا نغير الطعم الفراخ البدا جماعة. هنعمل مع بعض الخلطة وعلشان ان شاء الله زي ما قلت لكم قبل كده ان الخلطة دي بتخلي الفراخ ما شاء الله تشيل معاك وزن يعني كبير شوية. وبيتخلي كمان الفرخ يغير الطعم بتاعه. اه نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونحطوا لوكات كتير للفيديو علشان اقول لكم يا جماعة انا نزلت النهاردة الفيديو دوت ليه. عشان بس كده ايه يعني ما بدأ ايا كده محددش يخش يقول لي لا ده الفيديو ده قديم او الكلام ده كلته. انا النهاردة يا جماعة يعني بصراحة وبكل امانة. انا ما كانتش يعني كان عنده ظروف فعلا كان الظروف فقط قطش. ما قدتش ان انا راح اصور لكم الفراخ هناك في قلب المكان ان انا برب فيه. اه فانا عشان الناس اللي هي طلبت مني اه نزلوا مش هماء الوصفة اللي انت بتغير فقط طعمه وكده او الخلطة اللي انت بتعملها. فحبت ان انا يا جماعة انزل لكم الفيديو دوت علشان تشوفوا بس الخلطة مش اكتر. يعني ده يعني اعتبر ده كت الدورة اللي فاتت. الفيديو اللي انتو شايفينه معايا ده. ده كت هناك الفراخ بتاعتنا. لان بجد فعلا والله يا جماعة يمكن انا كان نفسي ان انا اقول لكم على السبب بس يعني ايه ما اقدرش ان انا اخرج اسرار باتي برا. اه على القناة وكده. فخلاصة ان انا ما قدرتش ان انا اصور الفيديو هناك. فمن بكرة بازن الله هنبدأ ان احنا نصور الفيديوهات بتاعة الدورة تاني هنكاملها مع بعض. بس النهاردة حابت ان انا نزلوكم الفيديو دوت علشان طبعا النهاردة اللي عمر خمسة وتلاتين لهم. فحابت ان انا اعمل خلطة معكم عشان برضو اللي حابب يعرفها برضو. اه ما فيش مشكلة. لان انا لقيت ناس كتير بتقول لهم شماء نزل الخلطة او اعملها معنا. فانا فعلا كنت وعدتكم ان انا هعملها معكم ان شاء الله. فالنهاردة برضو جاة اوريكم الطريق. تمام? اه الخلطة دي يا جماعة كويسة جدا. بنبدأ نعملها من عمر خمسة وتلاتين يوم. اه بتخلي الفرخ يعني على فكرة عشان بس فيه ناس كتير بتفكر ان الخلطة دي بتخسس الفرخ لا بالعكس. الخلطة دي يا جماعة بتخلي الفرخ ما شاء الله تشيل معك اوزان عالية جدا. بصراحة يعني عالية جدا فوق جدا كمان. ده عن تجربة يمكن انا بقال كم سنة برب الفرخ البيضة وبسم الله ما شاء الله. اه دايما على طول الخلطة ديات اللي انا بعملها وبسم الله ما شاء الله. عمرها ما رجعت الفرخ معي. ولا خالة الفرخ نوية يقلي من وزن. لا بالعكس. لانا كنت بلاحظوا ان هي بتخلي الفراح ما شاء الله تشيل معك وزن اعلى من يعني اعلى ما كنت بتعليفها علف صافي. طبعا انا ما ببنعش العلف عنهم علشان بس انا عايزة كل واحد يا جماعة يركز في الفيديو كويس ويركز في كل كلمة انا بقولها. علشان انا بقول حاجات وبلاقي في ناس بتكتب في الكومنتات حاجات تانية خالص وتقول مش انتو قلت لنا كزي لأ. اه لما بجعمل خلط يا جماعة بحاول ان انا بخالي نص الكمية علف واي حد بيبعت لي السؤال دوات بكتب له في الكومنتات. بقول له انا نص نص الكمية يا جماعة بتاع الخلطة بتكون علف صافي. مفهوم? يعني اه واخدين بالكم معي نص الكمية بتاعت الخلطة بخليها علف صافي. والعلف يعني ببقى نامي. انا ما بعملش ناهي خالص. علشان برضو ابقى واضحة معكم. انا يا جماعة كل اللي انا بعمله طول الدورة ببقى العلف ببقى متكون من بادي ونامي. بس. والنامي بفضل معي لغاية اخر الدورة لغاية مبادة بقى. فنص الكمية. انا بعملها علف صافي. والنص التاني. النص التاني. بيبقى متكون بقى من ايه? اه من عيش وداشر. وفلسوية كمال لو انتم حابين. ممكن لو انتم عملت مسلا اه حوالي خمستاشر كيلو او عشرة كيلو. حطوا لهم كله فلسوية. تمام? ده يبقى حلو اول الفرخة يبقى كويس. مش حابة انتم تحطوا فلسوية. وعلى فكرة يا جماعة فلسوية مش ببقى اللي هو ببقى عند العطار لأ. فلسوية ده يعني ببقى مخصوص للطيور. ببقى موجود عند بتاع الاعلاف. بس. هو تقريبا انت كله مش عارف. والله انا كنت بجيب تمانية جنة بس هو غير دلوقتي. ما عرفش مع عشرة جنة دلوقتي ولا بقى بكام مش مش فاكرة يعني. اه فهو كله واحد كفاءة على الخلطة اللي انت هتعمليها هيبقى ممتاز جدا. مش عايز تحطوا فلسوية ممكن تجيبه كيلو فول ودشينت على ايدك او ببقى اصلا فيه فول ما تشوش عندي بتوع الاعلاف. جاهز يعني. هتيه وقل بقى الخلطة بيخلي لحمة الفراخ ما شاء الله احسن من لحمة دكر البط. وده فعلا عن تجربة. اه حابين تعمل خلطة اه بالشكل ده كده وانتو برضه هتشوفها معايا في قلب الفيديو. اه ما فيش مشكلة. ده بتبقى حلوة جدا يا جماعة. فده بتخلي الفراخ ما شاء الله تشين معك اوزان. يمكن طبعا انا نساها بازن الله راح اعمله لهم بكرة. بس انا حابت نزله لكم لان المفروض بيتعامل على عمر خمسة وتلاتين يوم. اه حابين برضو تشوفها معايا ان شاء الله. هبقى ورها لكم بازن الله. بتخلي الفراخ ما شاء الله شايل اوزان عالية جدا. اه النواية دي تختلف طبعا عن النواية اللي انا جبتاها الدورة دي. النواية اللي انا شافاها معايا دي يا جماعة كانت سماها افيان. يعني دكت ما شاء الله بتخلي الفرخة فيها كان مشاء الله آآ بيوصل يعني مشاء الله الوزن عليه جدا. يمكن الفرختين اللي انا كنت حشتوهم اللي انا كنت قرتولكم عليهم وكنت سورتلكم بعد ما بعت الدورة وده بحتها باسبوع. قنت سايفة كان فرحة كده عندي. مشاء الله الاوزان بتاعتي كانت مشاء الله مقربة للاربع كيلو. كان يديك فيهم وصل الاربع كيلو. كانت بسم الله من شاء الله كانت تلاتة كيلو. دي يا جماعة بقى الخرطة اللي انت هتشوفوها معايها اهيات. ده طبعا نص الجردل آآ متكون من داشو عيش. تمام? ده الداشو والعيش. آآ هنحط برضو قدوم كده. ده طبعا انا بس عامل الخلطة ده معاكم. ده فرصوية. هنحط برضو كده كبشة اولا كبشتين عليهم. ده يا جماعة اللي بيجي من عندي بتاع الاعلاف مش بيجي من عندي بتاع ده اختلاف خالص عن بتاع الاكل اللي بيتحط مسلا على السجوء او كلام ده كله. وهنحط بقى نص اللي قد الكمية بتاعت الداشو العجية آآ علف. يعني حتى لو انت بتعملي الخلطة بتعملها مسلا عشرة كيلو. خلي خمسة كيلو علف. والخمسة كيلو التانيين اتنين كيلو ونص عيش واثنين كيلو ونص داشو. تمام? وعلىهم طبعا كبشة او حفان فرصوية زي اللي انت شفتها معيها ديت. ولو مش حابين تحطوا الفرصوية زي ما قلت لكم حطوا الفول ما تشوش. هنحاول نحن نقلب الخلطة كده وان اعملها لهم. طبعا انا مرضتش اقتر الكمية لان بازن الله يعني خلاص بقى ان نوات ان انا بيعهم. وآآ يعني ايه في الفيديو اللي فات ده يعتبر زي ما قلت لك يا جماعة ده فيديو من الدورة اللي فات. آآ ما كنتش انا مكترة الكمية لان انا ان شاء الله كان ايه هيتبعه يعني. فانتو لو انت حابين تعملوا كمية كبيرة حاول ان انتو عملها بقى تحطها لهم في شكرة وابداء ان انت تحطها لهم من دلوقتي. آآ بس نصحة مني نصيحة ما حدش يحط داش يا جماعة للفرخة وهو اقل من خمسة تلاتين يوم. في ناس ممكن آآ يعني ايه تقولك بقى اما حط يسند على الاكل او يغير طعم الاكل. لا نصيحة مني يعني حاول ان انت ما تبدأش تغير العلفة اللي بعد خمسة وتلاتين يوم تلاتة وتلاتين يوم يعني في الحدود ديت. تمام? آآ زي ما انت شايفين بقى ما شاء الله لما حطت لهم الفراخ بدأ ان هو ما شاء الله بدأهم يقلم. وده كان احسن خلطة انا بعملها للفراخ على مدار الايام يعني وعلى مدار السنين اللي فاتت دو كلتي. آآ دي احسن حاجة ممكن تعملها للفراخ عندك. في الوقت دوت عمر الفراخ ما هي ما هي يعني هينقص من الوزن بتاعه او هيخف معاك. عشان في ناس بتايقلة كتير لو انا غيرت مسلا آآ في ناس بقى ايه يعني بتفضل تأكل لغاية اخر الدورة علف علف صافي صافي كده. لا بالعكس تحاول ان انت تجرب لو انت فعلا بتأكل لغاية في الصاف ده هو تحاول ان انت تجرب تعمل خلطة ده هيت فعلا هتلاقاها كويسة جدا وباذن الله هتدعي. آآ بالشكل ده جماعة يعني لما تجد تغير بقى سيب الفراخ يقعد عندك اسبوع كده وبعد اسبوع او عشرة يم ابدأ ان انت تتباح الفرح هتبص تلاقي ما شاء الله هيفرق كتير معاك في الطعم وهيفرق كتير معاك في الوزن. واخدوا بالكم الخلطة دي بتخلي الفراخ ما شاء الله تشيل الصدور يعني ايه? بتخلي الفراخ يا ربي معاك سيدرق احسن يعني. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. اتمنى يا ربي يكون عجبكم. متنسوش تحطوا لايكوات للفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.